موسيقى ثلاثة شهداء والتسعة جرحة من القوات الحكومية في استهدافات حوثية وتصعيد غير مسبوكة في ظل عدم التزام ميليشيا الحوثي رفضوا استقبال المبعوث الأممي واستعداد لإبراز الورقة العسكرية موسيقى متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والإصابات بالعشر موسيقى عشرة ثامنة والنصف من قناة اليمن اليوم أهلا بكم ارتكبت ميليشيا الحوثي 184 خرقا للهدنة الأممية في عدد من الجبهات وتوزعت الخرقات الحوثية بين أربعين في محور حيس الجنوب الحديدة وثمانية وثلاثين غرب محافظة حجة واحد وثلاثين جنوب غرب وشمال غرب مأرب واحد وثلاثين في جبهة محور تعز واثنين وعشرين في محور البرحة غرب تعز وعشرة خرقات الشرق وشمال لحزم الجوف وستة في محور الضالع وستة خرقات شمال وجنوب غرب محافظة سعدة وتنوعت الخرقات بين محاولة تسلل إلى مواقع عسكرية وإطلاق نار باتجاه مواقع القوات الحكومية بصواريخ الكاتيوشا ومن عربات بي ام بي والسلاح المدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيراء المفخخة ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أفراد القوات الحكومية وجرح تسع أخرين في استهدافات متفرقة وفي الحديدة أودى لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي بحياة مواطن في مديرية الدريهم جنوب المحافظة وفادت مصادر محلية بأن المواطن حافظ أحمد طالبي كان يعمل في مزرعته الكائنة في قرية الجريبة بمديرية الدريهم عندما انفجر به لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي أوضى بحياته على الفور وخلال الأسبوعين الماضيين سجلت مديريات الحديدة سقوط 21 مدنيا معظمهم نساء منهم من فارق الحياة ومنهم من أصيب بإعاقات دائمة بنيران الميليشيا الحوثية في ظل الهدنة الأممية أكدت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرومبرغ المدينة بعد يومين من زيارتها لم يتمكن خلالها من الحصول على موافقة رسمية والصريحة من مجلس القيادة الرئاسي بشأن تمديد الهدنة الأممية لفترة طويلة لأول مرة يجر مبعوث أممي أذيار الخيبة بعد رفض جانب الشرعية استقباله أو اللقاء به يأتي ذلك بعد رفض مجلس القيادة الرئاسي القبول بلقاء هانس كرومبرغ في عدن بعد إجماع من الرئيس ونوابه السبعة وتقول مصادر في المجلس الرئاسي أن حالة الصد هذا تأتي بعدما اطلع مجلس القيادة الرئاسي على برنامج المبعوث الأممي الذي كان يحوي على مطالب الحوثيين القاضية بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنع الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوث الإرهابية إلى طهران وسوريا والعراق ولبنان كما تضمن البرنامج أيضا زيادة حصة الحوثيين من النفط الداخل إلى ميناء الحديدة وفتح كافة القيود السياسية أمام عمليات دخول السلع الإرادية التي تصب في خزائر الميليشيات في ظل رفض من الحوثيين استغلال عائداتها لدفع رواتب الموظفين المتواجدين في مناطق سيطرتها وفي برنامج المبعوث الأممي الذي كان يحاول أن يضعه على طاولة المجلس الرئاسي فرض قبول الهدة الأممية المقبلة والمقدرة بستة أشهر وتجديدها بشكل مستمر لمائة وثمانين يوما في حال كل انتهاء وهو الأمر الذي رفضه مجلس القيادة الرئاسي رفض اللقاء بالمبعوث الأممي مسبب ويأتي في إطار عدم قبول الحوثيين تطبيق بنود هدنتين سابقتين لمائة وستين يوما وعدم تقديم تنازلات إنسانية مقابل مساعي الحوثيين للإطباق عبر الهدنة على أكبر مكاسب لم يحصل عليها عسكريا وفي هذا الإطار يظهر أن مجلس القيادة الرئاسي قد سلك منحا مختلفا في علاقته مع الأمم المتحدة والتي كانت قائمة في شكلها السابق على تقديم التنازلات دون الحصول مقابلة مبعوث الأمم المتحدة في ظل تعينات جديدة في وزارة الدفاع والاستعداد الفعلي لإبراز الورقة العسكرية في حال استمرت عن تلحوثيين أعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 86 ألف شخص بينهم 10 ألاف نازح في مأرب جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مناطق متفرقة في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين سيول الأمطار تعمق معاناة النازحين الذين باتوا محاصرين بين مخاطر السيول الجارفة وإهمال المنظمات الإنسانية الغائبة عنهم التي زادت من معاناتهم بشكل كبير نحو 86 ألف شخص بينهم 10 ألاف نازح في مأرب تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت مناطق متفرقة في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين المتحدث باسم الأمين العمل والمتحدة فرحا حقا قال إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت عدة مناطق في جميع حال يمن ألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية العامة ومخيمات النازحين فضلا عما ألحقته بالممتلكات العامة والخاصة المتحدث الأممي أكد أن الفيضانات في اليمن تشكل تهديدا موسميا خصوصا في المناطق المخصصة للنازحين الفارين من الحرب الدائرة في البلاد العام الثامن على التوالي في وقت تعاني فيه العديد من القطاعات من عدم استجابة الطائرة التي تمكن الجهات المعنية من التصدي للفيضانات وتسهم في تخفيف الحالة الإنسانية المتردية في البلاد مشيرا إلى أن استجابة الماوى تلقت فقط 18 في المئة من متطلباتها الطارئة حتى الآن وشهدت معظم مناطق البلاد هضول أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة وفيضانات واسعة النطاق خلال فترة الواقعة بين 22 و24 يوليو مما ألحق الأضرار في البنية التحتية والمتلكات الخاصة ومخيمات النزوح وتوفي أكثر من 30 شخصا في عدد من المحافظات اليمنية منذ مطلع الأسبوع الجاري فيما تضررت عدد من المنازل والجسور والطرقات في مشهد يتكرر منذ عدة سنوات في البلد المنهكة بالحرب التي طال أمدها في ذمار توفي 11 شخصا بينهم ثلاث نساء وأصيب أخرون إثر سقوط سيارة تقلهم في طريق جبلية بمدرية وصاب العالي مصادر محلية أكدت أن سيارة صالون تابعة للمواطن إسماعيل الرعود سقطت من منحدر جبلي في عزلة بهوانة وهي مكتظة بالركاب ما أدى إلى وقوع مأساة وأسفر سقوط السيارة عن وفاة 11 شخصا من الركاب بينهم ثلاث نساء وإصابة أخرين بينهم إصابات حرجة وتشهد الطرق الجبلية حوادث متكررة نتيجة عدم شقها وتعبيدها من قبل الميليشيا التي تكتفي بالجبايات والإتاوات اليومية نشرتنا مستمرة وتتابعون بعد الفصل استشهادوا فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس وإصابات بالاختناق ومداهمات في جنينة قراءة حطار قراءة والله يكانوا أطفالنا يلعبوا بالحارة أطفالنا كلهم يلعبوا بالحارة بالعاصر العيالي يلعبوا حارتنا طبعا كما آمنة فقدت يا قديثة إحنا أمين بيوتنا أطفالنا أمين في بيوتهم فقدت القديثة يعني بالله عليكم ومش هذا هنا الهدنة قالوا فيهدنة أطفالنا معورين قال أنا كلهم مصابين حسبونا الله ونعم الوكيل عليهم بسحب قصق الفيسين من اللي يقفز فقرحوا كانوا يقففونا يقففونا بكل شيء أهلا بكم في الأراضي العربية المحتلة أعلنت وزارة صحة الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية وفد مراسلنا أن المواطن حسن قواريق من قرية عورتا جنوب شرق نابلس توفي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلية وأضف أنه خلال مواجهات دلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية العرق غرب جنين صباح السبت وصب عدد من المواطنين بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيلي للدموع الذي اطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال دهمت منازل للمواطنين ومحطة وقود وسوبر ماركت على شارع عرابة وصولت على كاميرات المراقبة فيما كثفت من تواجدها العسكري واقتحام قرى الطورة ونزلت زيد والهاشمية جنوب غرب المدينة في العراق أعلن متظاهرون من أنصار التيار الصدرية سبت الاعتصام المفتوح داخل مقر مجلس نواب احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة إسقاط للكتل الكونكريتية ودخول لقبة البرلمان وبقية المؤسسات الحكومية تظاهرات جديدة شهدها العراق لكن هذه المرة لإسقاط الحكومة نهائيا بحسب محتجين بيّنوا بأن البلاد باتت تعاني من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية بسبب الأخزاب التي وصفوها بالفاسدة الحكومة التي تحكم العراق منذ 2003 إلى حد الآن لم نرى منهم كل خير من هذا المكان نقول لهم إلى هنا وكذا نخلص من المحاصصة بس المحاصصة طيب الأعزاب نخلص منها التبعية جميع تبعية كل ما يحكمون بالبلاد بس المحاصصة نخلص منها نجد ناس وطنيين إزاعة هذه التخمة الفاسدة التي جثمت على صدر الشعب من 2003 إلى الس الحكومة الفاسدة التي أحكمت العراق من 2003 وما يزال إلى حد الآن هم يعيشون في نعيم وهذا ما رأيناه في عيوننا يعيشون في نعيم ونحن نعيش في الضرام رئيس الحكومة من جانبه دعا للتهديئة وتجنب الصدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية محملاً الكتل والأحزاب مسؤولية التداعية التي أدت بالوصول لهذا الحال أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم ودع المواطنين إلى عدم الصدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة الجميع يتحمل المسؤولية أحزاب وطبق سياسية وقوى اجتماعية وسائر المؤثرين علينا أن نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤولية وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا نخسر مجدداً دعوة التهديئة من قبل رئيس الوزراء جاءت عقب سقوط شهيد واحد وعشرة المصابين وعيد الصدام الذي جرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية في وقت نكد فيه المتظاهرون على بقائهم داخل بيت الشعب باعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم من بغداد شامون عين اليمن اليوم إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبتة أن قواتها أسقط طائرة أوكرانية وثلاثة عشر مصيرة بمناطق متفرقة جاء ذلك في إفادة للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه في إطار مكافحة البطاريات تم تدمير بطارية من راجمات الصواريخ وبطاريتين من مدافع هاورتز في أراضي جمهورية دونيسك ودمرت القوات الروسية ستة فصائل من راجمات الصواريخ وبطاريتين من المدافع ذاتية الدفع كما أصبت القوات الروسية راداراً أمريكياً في دونيسك وآخر في منطقة خيرسون وتستمر القوات الروسية في استهداف البنية العسكرية الأوكرانية فيما تطلق كييف الدعم الغربي والأسلحة في مواجهة موسكو وفي آخر التطورات أعلن الانفصاليون بشرق أوكرانيا دخولهم أصراف مدينتي فيسكي وكراسونوفوركا المتأخمتين لدونيسك مع استمرار الاشتباكات مع الجيش الأوكراني وكانت كييف أعلنت استمرار المعارك العنيفة بين الجانبين دون توقف القصف المدفعي وراجمات الخواريخ في مقاطعة دونيسك وأن القصف الروسي استادف مواقع للجيش الأوكراني وأن الأوضاع باتت خطرة جداً في المقاطعة عند طرفي النزاع في غضون ذلك أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزن تسيف انفجار لغم بحري بسفينة وحوث أوكرانية في مصب نهر الدنوب وقال ميزن تسيف خطر القصف والألغام الذي خلقه مسؤول كييف لا يسمح للسفن بالإبحار بحرية إلى عرض البحر حيث أنه في 28 من يوليو عام 2022 عند قياس أعماق الممر المائي عندما صب نهر الدنوب انفجر لغم بسفينة الدراسات الجغرافية الأوكرانية وحملت روسيا في وقت سابق الجيش الأوكراني المسؤولية عن زرع مئات الألغام في البحر الأسود وبحر آزوف محذرة من أن بعض الألغام فلتت من مراسيها أعلنت شركة غاز بروم الروسية العملاقة اليوم السبت وقف إمداداتها من الغاز إلى الأماكن المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط صحب الغاز تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا غاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب غاز بروم من المتعاملين معها وقالت الشركة الروسية في بيان على تيليجرام اليوم علقت غاز بروم شحنات الغاز إلى لاتفيا بسبب انتهاك شروط تسليم الغاز ويشار إلى أن شركة غاز بروم كانت قد أوقفت في وقت سابق تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل وإلى لبنان وعشية الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت تتجه الأنظار إلى السوامع المتصدعة في الميناء وسط تحذيرات من سقوط أجزاء من القسم الشمالي منها في وقت اتهم أهالي ضحايا السلطات بالتقاعس إذا ما يجري وتعاني صوامع المرفأ من حريق شبق قبل ثلاثة أسابيع ولا يزال مستمرا حتى الآن وهو ما دعا إلى تحذير من احتمال انهيارها وكانت صوامع المرفأ شاهدة على الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 وأودى بحياة نحو مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة ألاف شخص في المغرب تسابق سلطات الزمن لتطويق أزمة الماء التي تلوح في الأفق معلنة مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الموارد المائية وكبح إهدارها في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي شهدته البلاد أن جمعا قلة التساقطات المطرية إلى جانب تراجع الفرشة المائية وفي ظل ما وصفته بالوضعية الصعبة دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى تفعيل لجان المياه للسهر على تطبيق إجراءات صارمة لتقنين استعمال المياه وشددت على ضرورة حضر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجار المائية إلى جانب حضر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والأليات نشرتنا مستمرة وتتابعون أيضا في ظل استمرار الحرب اليمن يتذيل قائمة البلدان الأكثر ضعفا على مؤشرات الأمن الغذائي العالمي وأشوفهم طائرة وقتنا ضربان حق الماليشيات الحوثية ألقى بني مغسلين دمو ألاقيهم أقولون ينخوكم 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 ولا أحد يقاب عليهم آخر شيء أتلقى أخوهم ممددوا مييتهم معاش يقدر تلفت عليهم ولا أقدر تغييدوا وهون بعثروا في الأرض وإن شاء الله يصبر أحني والله يعصنوكوا على أحني لما أبونا أستمر ويبقى أجريع ويبقى أجريع ويبقى أجريع دمو ويبقى أجريع بقى أجريع أهلا بكم من جديد لقت الحملة الحوثية ضد مشروع سائلة صنعاء حالة السياو وصخت واسعة من قبل النشطاء والإعلاميين والحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي كما أثرت موجة من السخرية لرجعية تفكير ميليشيا الحوثي وأعوانها حملة السهجان شعبية واسعة لخروج أحد حوثيه صنعاء القديمة بتغريدة فاضحة لفكر جماعته ورجعية ما تدعو إليه بعد دعوته بشكل صريح بأن مشروع السائلة في صنعاء القديمة عبارة عن مشروع أمريكي له أهداف شيطنها الكاتب وبرغم أن المغرد من أبناء صنعاء القديمة فلم يكلف هذا الدعي نفسه أن يسأل أحد كبار عائلته عن المعاناة التي كان يقاسيها سكان صنعاء قبل أن تتحول السائلة في صنعاء القديمة إلى أحد أكبر مصارف المياه ونفست هذه عن المدينة التاريخية أزمة فيضانات كانت تدك في كل موسم عددا كبيرا من البيوت وتهدد تاريخ صنعاء القديمة العريق بالغرق وفي إطار ذلك شارك عدد من النشطون محتوى على بواقع التواصل الاجتماعي تشرح حال سائلة صنعاء القديمة قبل وبعد تنفيذ المشروع العملاق الذي يعد أحد الرموز الوطنية لصنعاء واليمن عموما ويعد مشروع السائلة من أهم المنجزات الذي شاركت فيه دول عظمى في تمويله بعدما طرحت أوراقه منذ عهد الرئيس إبراهيم الحمدي ولم تنفذ إلا في عهد الرئيس علي عبدالله صالح لما لهذا المشروع من تكلفة لم تكن اليمن قادرة على التكفل به منفردة كما كان للصندوق الكويتي للتنمية الجهد الكبير في إنجاز جزء كبير من السائلة الجديدة الممتدة إلى مديرية الروضة في محافظة صنعاء مراقبون يرون بأن ميليشيات الحوث الإرهابية تعمد إلى طمس وتشويه والتشكيك في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية التي أنجزت في عهد الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بدافع النقمة على شخصه نتيجة إفلاسها كسلطة أمر واقع تنهب موارد الدولة وأموال المواطنين في ظل استمرار الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين منذ العام 2014 وحتى اليوم اليمن يتذيل قائمة البلدان الأكثر ضعفا على مؤشرات الأمن الغذائي العالمي تذيلت اليمن ترتيب الدول العربية ودول العالم على مؤشر الأمن الغذائي خلال الربع الثاني من العام 2022 ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة فوربس الأمريكية فقد حلت اليمن في المرتبة الثالثة عربيا بعد الصومال والسودان وترتيب 160 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي وأوضحت الدراسة وجود 12 دولة عربية في قائمة الدول الأكثر ضعفا على مستوى الأمن الغذائي الدراسة اعتمدت على ثلاثة عوامل رئيسية هي إمكانية الوصول للغذاء ومخاطر الأزمة ومرونة الاقتصاد في 171 دولة حول العالم لتحديد مجموعة النقاط لكل دولة وتظهر القيمة الأقرب إلى عشر نقاط حالة أكثر أمنا واستقرارا في ملف الأمن الغذائي ومطلع الشهر الجاري حذر الاتحاد الدولي لجمعيات صليب والهلال الأحمر من مخاطر أزمة اعدام الأمن الغذائي العالمية المتصاعدة على ملايين اليمنيين ممن يعانون بالفعل من الجوع الشديد الاتحاد أكد في بيان بهذه المناسبة أن العالم يواجه أزمة جوع غير مسبوقة فانعدام الأمن الغذائي في اليمن بات في أعلى مستوياته على الإطلاق ويعاني أكثر من 16 مليون شخص منذ فترة طويلة ويتضاؤل الأمل بالنسبة لهم في النجاح تحضيرات من اتجاه اليمن صوب مجاعة حقيقية إذا سمر الصراع والحكومة اليمنية تدعو المنحين لدعم استيراد القمح وأزمة وقود تشتاح محافظة مأرب كل هذه الأخبار في الملف الاقتصادية جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث حذر تقيير اقتصادي من استمرار الصراع العسكري في اليمن واصطناع معارك اقتصادية جانبية تزيد من سوء الوضع المعيشي للمواطنين وقال التقرير الصادر عن مركز الدراسات والعلام الاقتصادي أن استمرار الصراع يقود البلاد لمجاعة محققة وتحجيم مصادر الدخل البديلة للمواطنين وضرب شبكات الدعم الاجتماعية وتوفير غطاء لممارسات خارج إضاء الأوعية الرسمية وتوصل التقرير لأن الفرق السعري بين مناطق سيدارة الحوثي ومناطق الحكومة يصل إلى نحو 22 دولارا بالنسبة لسلة الغذائية الأساسية الشهرية وأفاد بأن نسبة العز من حيث تغذية الاحتياج الشهري للوصلة الواحدة في سنعة وصلت إلى 85% مقارنة بـ 2% في عدن التي تشهد انتظاما في صرف رواتب القضاع الحكومي طلبت الحكومة اليمنية من المانحين دعم مشاريع الأمن الغذائي وتعزيز الصمود والمساعدة من خلال دعم استيلات القمح من السوق الدولية لسد حاجة البلاد من السلع الأساسية خلال أشهر المتبقية من العام الجاري وذكرت مصادر الحكومية أن وزير التقديد بحث مع وفت مشترك من الحكومة الألمانية وبرنامج الأغذية العالمي دعم اليمن في المجالة الإنسانية والتنموية وإمكانية استئناف المشاريع المتوقفة الممولة من ألمانيا للمساهمة في تخفيف معاناة اليمنين جراء الحرب تشهد مدينة مارب أزمة خانقة في مادة البترول وصد توقف المئات من السيارات أمام حطات الوقود في انتظار التأبية بالسعر الحكومي المخفض واعتبر ناشدون الأزمة المفتعلة وبتعام معاه واميرا في شركات النفط ولجنة المشتقات النفطية الذين عطلوا الرقابة وتركوا الباب مفتوحا للتهريب وتبع الدب البترول العشين لتر في مارب بقيمة مخفضة جدا مقارنة بباقي المحافظات أي بـ 3800 ريال في حين يتراوح سعرها بين صنع وعدن ما بين 12 ألف وأكثر من 20 ألف ريال أعلنت الحكومة المصرية حزمة دعم استثنائيا مودتها ستتأشر لمساعدة محدودية الداخل على مواكبة ارتفاع الأسعار ابتداء من أغسطس وقال بيان المجلس الوزراء المصري إن تكلفة الدعم الإجمالية تصل إلى حوالي 12 مليار جنيه أي ما يعادل 634 مليون دولار مع زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إلى نحو مليون أسر وأخيرا قررت وكالة ستاندر أند بورز تقفض تصنيف الاتماني لأوكرانيا بعد طلب الأخيرة من الدائن الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية وإعادة هيكلتها وكانت وزارة المال الأوكرانية أعلنت تقديم طلب لعادة هيكلت 22 مليار وثمانمائة ملون دولار من الدون السيادية وسط ترحيب من جانب الدائنين في أبيان سنوات النعجاف مرت على أهالي منطقة الشيخ السالم والمناطق المجاورة لها بمديرية زنجبار أقب تعرض المرفق الصحي الخاص بهم للتخريب والإغلاق جراء المعارك المصلحة التي دارت على أراضيها لتعاود الجهات المعنية بالمحافظة افتتاحه بعد إكمال عملية التأهيل بعد معاناة طويلة مع السفر والبحث عن العلاق بدأ المواطن سالم أحد مواطني منطقة الشيخ سالم بمديرية زنجبار محافظة أبيان مسروراً أمام افتتاح الوحدة الصحية بمنطقته مبتهجاً بالاستفادة من خدماتها الصحية كغيره من المستفيدين علينا معاناة كبيرة من نرص في الوحدة الصحية لكن ليس موجودة أي اهتمام من أول جابنا مبناء ولكن ليس موجود فيها أي أدوية وكل ما مرض عندنا مريض لشيء نوديه إلى أبيان من شاء الله عليك هناك ولهذا الآن جت البعثات وجت المدير الصحة وجاب الدوية وجاب البحادة الصحية قدم ما فيه الكثير والآن إن شاء الله الحمد لله لنا بتكون الأمر طيبة يعد هذا المرفق الصحي أحد المرافق الصحية التابع لمنطقة الشيخ سالم حيث تعرض كغيره من المرافق الخدمية للتخريب والدمار قراء الحرب التي شهدتها المنطقة على مدى ما يقارب خمس سنوات مغلقة يتم إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات الطبية والعلاقية وذلك من قبل سلطة المحافظة ومنظمة كيرا العالمية ما سهم في إعادتها واستفادة نحو 800 نسمة من خدماتها هذه الوحدة الذي بيسفيد منها أكثر من 800 نسمة للشيخ سالم والمناطق المقاورة لها طبعا تم مفتاحها من قبل الباني نهضة أبيان دوار ركن أبوك الحسين سالم رجل التنمية الأول في المحافظة الذي منذ وصوله للمحافظة أهتم اهتمام غير عادي بعادة البنية التحتية لهذه المحافظة الوحدة الصحية بتوفرها وتخفف العناء عن المواطن في منطقة الشيخ سالم وضوعها هناك عندنا طباء هناك عندنا أدوية حسب الأمكانيات هناك عندنا قرفة الولادة هناك عندنا قابلات هناك عندنا قرفة القراحة يعني بتخفف العناء كثير حتى في حالات الولادة الطبيعية ممكن تتم الولادة داخل المركز الصحي الوحدة الصحية التخفيف من معاناة المواطنين وشروع في تقديم الخدمات الصحية لهم بشكل مستمر وما يسعى إليه القائمين على هذا المرفق الصحي بعد تزويده بالأجهزة الطبية والمواد الصحية والأدوية المتنوعة إضافة إلى كادر صحي متميز اليوم بعون الله تم افتتاح مصطوصة في قرية الشيخ سالم لأن كلنا من أول عاني معنا لكن الآن الحمد لله توفر كل شيء وكلكم تعرفون أن منطقة الشيخ سالم هي منطقة صراع دائم لو إن شاء الله أن الأمور سابرة بس باقي حاجة لن نلعاني منها هي المياه الماء الحالي ومعنا مشروع وقفوه الواحدة تخدم ثلاثة ألف ومئتين وثنين يعني المنطقة الشيخ سالم ونواحيها في المستوى الثاني والثالث برضه يعني معنا مريب تمحن وأباد وسلاء يعني تتبع الواحدة الصحية كنا في السابق يعني ما فيه أدوية معنا وتوفرها وما فيه ميزانية أيضا تشغيلية لأن الحمد لله الآن بفضل الغيارة السياسية بغيارة المحافظ ومدير المكتب الصحة ومنظمات يعني أوفرت لنا بعض الأزياء والمعدات والحمد لله لأي شقالين تماما تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والسعي قدما نحو تحقيق منظومة صحية متكاملة هو ما يطمح إليه المواطن هنا خاصة بعد سنوات أرهقت كاهلهم وفاقمت معاناتهم في التنقل والبحث عن الخدمة الصحية بظل ظروف اقتصادية صعبة ما يستدعي قائمين على هذا المرفق تسهيل إجراءات المواطنين ومساعدتهم على تلقي العلاق وفق الإمكانيات المتاحة ختم نشرات كيرون بأهم العنوين ثلاثة شهداء وتسعة جرحا من القوات الحكومية في استهدافات حوثية وتصعيد غير مسبوقة في ظل عدم التزام ميليشيا الحوثي رفضوا استقبال المبعوث الأممي واستعداد لبرز الورقة العسكرية متظاهرون يقتحمون ببناء البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء والإصابات بالعفرات شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمتابعة إلى اللقاء